اسمي لي وأنا طالب سؤالي قد قلت سابقا أن مسيح أيضا مسلم لأنه يستسلم لإرادة الإله وهذا يأخذنا لحقيقة أنه كان يشرب الخمر ولم يكن يصلي خمس صلوات الشيء الوحيد الذي فعله هو الاستسلام لإرادة الإله لذا بالتفكير المنطقي فإن أي شخص كتابي سواء كان مسيحيا أو يهوديا فهو في الحقيقة مسلم مدام قد وفق أن يستسلم لإرادة الله أخي لو فهمت سؤالي بشكل صحيح قلت بأن أي شخص يهودي أو مسيحي إلخ يستسلم لإرادة الإله فهو مسلم نعم كما قلت عن المسيح قلت أن المسيح مسلم لهذا أسأل بالفعل أتفق معك فأي شخص يخضع إرادته للإله في اللغة العربية نسميه مسلما لكن أولا عليك أن تعرف ما أمرنا الإله به إذا اعتقدت شيئا آخر إذا قرأت كتابا مقدس لم يكن كلام الإله وبدأت تعتقد أنك استسلمت للإله باتباع نص ليس من كلام الله إذن أنت لست مسلما حقيقي إذن أولا يجب أن تعرف بماذا أمرنا الله وإذا درست كل الكتب السماوية لكل الأديان المختلفة بطريقة المقارنة ستكتشف أنك إذا استخدمت اختبار العلم والمنطق تجد أن كل الكتب المقدسة الوحيد الذي يجتاز الإختبار هو العهد الأخير والخاتم إذا كان هناك شيء يدعى العهد القديم والعهد الجديد فالقرآن هو العهد الجديد بالتالي إذا كنت صادقا ترغب في الاستسلام بإرادتك لله أولا عليك أن تعرف من الإله الحق وبماذا أمرنا ثم بعد ذلك تستسلم بإرادتك له لذلك عندما قلت أن المسلم الحق هو الذي يتبع أوامر الإله العظيم المسيح عليه السلام كان رسولا من الإله نزل عليه الوحي مباشرة من الإله لذا بالتأكيد كان متبعا لإرادته وبالتالي اليوم أيضا لو أن مسيحيا فلنفترض اعتمادا على ما جاء في المحاضرة أنه على الأقل دعنا نتفق أن نتبع ما هو مشترك في كتابي وكتابك لنفترض أنك ستقول أن الكتاب المقدس هو كتاب الإله فدعنا نتفق أن نتبع ما هو مشترك ودعي الخلافات كتابك المقدس يقول آمن بإله واحد فإذا آمنت بالثالوث فأنت لا تتبع الكتاب المقدس كلمة الثالوث لم تذكر في الكتاب المقدس القرآن يقول في صورة نساء الصورة الرابعة ولا تقول ثلاثة بالتالي إذا كنت تؤمن بالثالوث فأنت تخالف الكتاب المقدس الكتاب المقدس يقول أنه لا ينبغي عبادة التماثيل الكتاب المقدس يقول يجب أن تؤمن برسول الأخير والخاتم المسيحي عليه السلام يقول في كتاب يوحنى الإصحاح السادس عشر إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تتحملوها الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية لذا إن كنت متبعا صادقا للكتاب المقدس فيجب أن تتبع الرسول الأخير والخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك يعني أن عليك أن تتبع القرآن وكلام النبي فإذا اتبعت القرآن وقول الرسول فأنت مسلم فكلامي يعتمد على أن دعونا نتفق على اتباع ما هو مشترك الاختلافات كما قلت سابقا يمكنني أن أعطي محاضرة عن مئات التناقضات في الكتاب المقدس وهذا لا أنوي فعله هناك شخص كتب كتابا في الولايات المتحدة الدكتور ويليام كامبل على أنه هناك ثلاثين خطأ في القرآن ذهبت إلى شيكاغو وتناظرت معه وأوضحت له كل هذه المفاهيم وعندما أخرجت ثمانية وثلاثين خطا في الكتاب المقدس لم يستطع الرد هذه الأخطاء لا يمكن أن أنسبها للإله العظيم فيجب أولا معرفة أيهم هو كتاب الرب ثم اتباعه فحتى إن كنت تؤمن جدلا بالكتاب المقدس ككلمة الإله يجب عليك إذن أن تتبع رسول الأخير والخاطم محمد صلى الله عليه وسلم إذن فلنتفق على ما هو مشترك في الكتابين ودعونا نتفق على الأقل أن نحقق هذا اليوم ونجتمع على كلمة واحدة أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك